اشتركوا في القناة اجرى اتصالا مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وانه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية وادف الشيخ احمد ناصر الصباح انه تم التوصل الى توقيع ما يسمى باتفاق العلا على هامش القمة الخليجية في السعودية وانه خلال اتصاله بامير قطر وولي العهد السعودي على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل واشار وزير خارجية الكويت لان الشيخ نواف الصباح اعرب عن سقته في حرص اشقاءه قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية بأن تكون هذه القمة قمات مصالحة وتكفل انهاء هذا العارض في اشارة الى انهاء الازمة مع قطر في سياق المتصل اكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في بيان النشارته وكالة الانباء الرسمية ان سياسة المملكة بقيادة العهد السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وقال ولي العهد السعودي ان القمة الخليجية في بلاده ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين واخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل وتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا اشتركوا في القناة